موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرزوقي وزوار موقع المهاجر اس ام هذا الفيديو هذا جيت نديره لكم حاليا حيثاش بزاف ديال الاخوان تم يعني التغليط ديالهم في واحد الأمر يعني غلطهم بزاف ديال الناس ولقيت بأنه ريج بزاف ديال الكلام ريج بزاف ديال الكلام اللي هو يعني صراحة الاخوان لا أساس له من الصحة أنا غدي نشرح لكم بالتفاصيل يعني في هذا الفيديو هذا بخصوص عقود الكراء وبخصوص طرد من المنازل وغدي نقحمه حتى ذاك القانون جديد اللي يعني داروه بسبب هاد الأزمة الصحية والمالية وبصفة عامة اللي كان في إسبانيا على منع طرد من المنازل بزاف ديال الناس يعني صرتو الطعم علاش حيتاش فقط كيسمعو ناس خورين كيهضروا ولا كيقولوا ليهم شي هضراء وما كيفهموش باك الشي هاداك اللي واقع وكيحبسو من الخلاص ديال الكراء ديالهم ومؤخرا كيكملوا في الزنقاء ولا في مشاكل اللي كانوا هما في غينا لعنها أول حاجة قدي نهضروه على عقود الكراء باش من باش من نطولش عليكم عقود الكراء شنو هي وهنا غادي نهضروه على عقود الكراء ديال السكن ما غاديش نهضروه على عقود الكراء ديال المحلات التجارية إن شاء الله بإذن الله غادي ندري لكم فيديو أخر وغادي نشرح لكم شنو هما العقود ديال كراء ديال المحلات التجارية وشنو هما الحقوق والواجبات ديالك إلا كنتي كاري واحد المحل ديال الكراء يعني واحد المحل ديال التجاري يعني وشنو عندك في الحقوق ديالك وكل أمور إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم فيديو أخر ولكن هذا الفيديو تقدر ركز فيه على السكن على عقد الكراء ديال السكن عقد الكراء ديال السكن الإخوان كانت عنده في 2013 كانت تغيير القانون ديال الكراء وكان بلست خمس سنين خرجت ثلاث سنين يعني وله عنده واحد المدة ديال ثلاث سنين ولكن دك العام الأول كيكون يعني دائما قابل لإنهاء العقد العام الأول ومن بعد كتدوس برورغا دوسان يوس خرين وكتدوس في 2020 تبدل القانون وارجعك في مكان من قبل ولكن غيف هذا البند هذا ديال المدة وارجع خمس سنين ولكن كان واحد الأمر اللي كان ندخل في القانون في 2013 اللي ما زال حدي الآن هو أن مل المحل يعني مل دار ولا مل سكن إلا بغا المحل دياله بش يسكن فيه هو ولا يسكنوا فيه ناس خورين من العائلة دياله هنا في هذه الحالة هذه يعني كان نضروع على بريمير قرادو ما كان نضروش على أي واحد من العائلة دياله ما غيجيبت ولد عمه ويقول لك خرج لي من داري بش يكون ولد عمه ما كيناش هاد الأدراء هدي إلا كان غيحتاجوا هو ولا غيحتاجوا شي حد من أفراد العائلة دياله للسكن اللي اعتيه هدي هنا في هذه الحالة هدي كيخصصوا يعلمك بشهرين قبل عنده لأوبليغاسيون بش يعلمك بشهرين قبل وبمسألة كتاب يمشي يقولها الكوصافي وهنا في هذه الحالة هدي كيخصصك تعطيه المحل دياله لإنه غيجيسكن فيه الإنفريد خرجتين تاو هو ماسكنش في محل دياله مبعد تلتشهور بمور ماكتخوي السكن ديالك إلا لاحظتي بأن دك سيد ماسكنش في محل دياله يمكنك ترفع عليه دعواء قضائية وقد طالبه بالتعويض والتعويض شنو كيكون فيه كيكون فيه السنين اللي باقية ديال الإنفريدنتا يلا دوزتي عام وانت عندك الكنتراتو ديال خمس سنين بقى ربع سنين في داك الكنتراتو داك الربع سنين كاملا كيخلص أنك شهورة ديال التغريب على كل عام كيخلص كشر تغريب كنتي كاري مثلا بخمسمية هيعطيك الفين دونالأورو على داك الربع سنين هة ديك يعني هيعطيك 500 gücf500 على داك الربع سنين هاديك اللي انت يعني بحل دار داك ال الخذاع القانوني وهنا من حقك ترفع عليه دعوا وتاخد تعويض ديالك هذي من جهة من جهة أخرى وهدا هو الأمر اللي بغيت نوصل لكم الاخوان باش ميكونوش مغلطات بزاف ديالناس باش بدات الازمة الصحية وهاتشي هذا انا كنشوفو بعيني يعني وبزاف ديالناس اللي تصلوا بيا وقالوا لاخوان سوفيان را كلينا الطعم را تزرفنا را قال لك وديح قاية ما تخلصوش را دبا ما كان خلصوش كرا را كينا ازمة وانا كنعرف ناس اللي كانوا خدامين وكيتخلصوا الفلوس وما محبسوش في الازمة الصحية وباقين خدامين لحدين الان وسمعو الهدران تعالى الناس اخرين والدرجة ان الاخوان صراحة هاتشي هذا را قبيح را مخصوش يكون بحل هكا كي عيدتلو صديق ديالو كيقول له كتخلص الكرا وهي اللي انت احمق انت طنطو كيفش كتخلص الكرا والناس تشي واحد ما كيخلص الكرا والتشي واحد ما كيدير والسيد مسكين ذاك شي اللي كي يسمع واني را هاد المشكلة ماشي انتع ذاك اللي قال ليه المشكلة ديالو وانا دائما نكلم هاد الناس هادو لانك انت مخصكش تقبل على نفسك امور بحل هذي وهاتشي هذا كيكمل في الول وفي الال الاخر كيكمل الانسان في الشريع وعندك وليدات وعندك امور وعندك واجبات وعندك العمل ديالك في ذاك المدينة هذيك وشوف واش غا تعاود تلقى الكرا ولا ما تعاود تلقى وشوف يعني الصعوبات ديال الحياة شوف شحل من حاجة يعني ما تجيش انت وتصرد تضاك الطعم هذك هكك وهنا يعني صراحة انا الاخوان العادي هو الانسان يخلص الواجبات ديالو هذك هو العادي خدام كتدخل الفلوس خلص الواجبات ديالك عليش كتسمع لها درانت عناس خرين وكيقول لك الله حقا فلان را فرق عدار حقا فلان را معتشنو دار وش انت جيتي باش تعيش وتخدم وتكون عنصر نافع في هالدولة هذي ولا جيتي باش تلقى تقلب على تحراميات راكين واحد من نوع ديال البشر اللي كيقلب غي على تحراميات وبغى يعيش فابور وهدوك الناس هذوك را في الول وفي الاخر را كيعياه را في الاخر كيعيا بنا دمر هذك الشي هذك را واخد تكون هالدولة معتشنو ما بغى تكون مغديش تحمد صغر وكن كان الناس كاملين قاكلنا كنا بحل دك النوع هذك را ما غيمكنش الدولة غاتحبس ورا هذه هو الواقع دباغي باش نتفهمو الإخوان مسألة انت عندك وليدات ما يقدرش يخرجوك من الدار هذي هذي هذرا خاوية حيدوهم دماغكم وهذه هذرا هذي هذرا هذي كتروج بزاف عندك الدري صغار لا ما يقدرش يخرجوك للا هذرا خاوية عندك الدري صغار غادي خرجوك من الدار وغي يجيك تيصوسيو إلا لقيش فين غاتمشي غاتمشي ما لقيش فين غات غي يحيدو الكولادك باش نجيكم من الأخر والواقع را همر يعني فيش غاتقول الكلام الحق بناد ما كيعجبوش وهذا هو الواقع وما غادش نكذب علي الناس الناس كتابعني ما غادش نكذب عليها لقيتي باش تكري منينك يجيك تيصوسيو تبارك الله عندك باش توفر لديك الدري هذوك للسكن لائق تبارك الله ما قادرش توفر لهم السكن لائق غاد ياخدوهم منك باش نكونوا واضحين فأنت في غينان عن ذلك يعني ما تساينش تحبز الكراء على مضطار ويبقى يدعيك وطلعو هباط وجريه هنا جريل هي حاليا خويسيو ديال 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 الكراء هنا في مادريد نقدر نقول لكم 8 شهور تلتسع شهور ما كيفوت هاش 8 شهور تلتسع شهور ما كيفوتش 8 شهور تلتسع شهور كيخرجلك الديساوسيو يعني انت كنت يعيش عامين تلت سنين في واحد الساكن باخير وعلا خير كتخلص واجبات ديالك جات هاد الإزمة الصحية خرجوا واحد السوسة جاقلك او دي را الناس ما كتخلصش الكراء عاش كتخلص انت الكراء واش انت حمق وارا الناس قاوة ما كيخلصوش واش هادية ادراه الاخوان هادية ادراه واش هادية ادراه كتبخل الدماغ ديال الانسان انا ما كنقول شادشي من فارغ يعني كنقوله من الواقع واش تشو طلعو ديال بالصح بنا ذهن خدام ما حبسش بنا خدام فالأوبرا ما حبسش ما حبسش وكيتخلص كل شهر كيتخلص كل شهر وجاء ويحبس الكراء على السيد علش حيث كان واحد خينة قال لي راو دي الناس مبقاش كتخلص كراء وانتك تخلص كراء رك حمق وتسمع داك الهدراء ديالو ومبقاش كيخلص كراء جاء ديساوسيو وخصوه إخوي قال لك لاحق أخرج واحد القانون كيفاش أنا غايجنيد ديساوسيو وأخرج واحد القانون كيقول لك بإنه ممنوع تخرج الناس هذا القانون خرج الناس اللي ما كيتخلصوش الناس اللي سيتواصيون ديالوهم ديفيسيل ولكن انت فاش القاضي غي يشوف ويقاك انتك تتخلص والخلاص ديالك ما حبسش وهد الأمور كاملة والله مسبتك خرج والله مسبتك جايك ديساوسيو لإنه هنا انت ظالم بالنسبة لك الخاضي انت ظالم تعدك فلوسك وكتخبعها كتوفرها وكتعد تعليه واحد سيد خور ما باشي تخلص لهم فلوس ديال هاد الشي اللي كان قولكم بالإخوان أنا ما كان هدرج على الناس اللي تطحوا في سيتواصيوني سيكونوميكاس اللي هي صعيبة كان هدرج على الناس اللي كانت عندهم فلوس وعندهم الإمكانية باشي خلصو وما بغوش يخلصو ومتنعو على الخلاص من شهر أربعه ولا من هادي دبا حالي يرى كيخرجوا لهم ديساوسيو ورام كيخرجوا لهم ديرهم شوفوا على سيتواصيون حت تطورجوسهم فيها يعني كالإنسان في غينا عنها فعلا الإنسان اللي تطح مشكل ولكن الإنسان اللي عنده الفلوس خلص كرا ديالك هذا هو النصيحة ديالي للك خلص كرا ديالك غادي ندوزو نشوفو يعني كيفاش يقدر ملطار يسليم عاك العقد هنا في الحالة هادي كيما قلت لكم ابتداء من 2020 العقود رجعت فيها خمس سنين ما بقى تشغل فيها ثلاث سنين ولكن دائما عام وكيكون بروروغابلي الكواتروانيوز خرا هنا في الحالة هادي الانفر يتكملتي العام وتبروروغاتلكربع سنين كيما قلت لكم وجاء السيد کالك ودي بريت السكن ديالي أنا بريت السكن ديالي هنا في هذه الحالة هادي كيان يستتناء واحد ماشي بولك أنا بريت السكن ديالي باش نبيعو بريش يتبيعو سينتي يسلي lcontrato ديالي آآ ما عندي أنا مانديرلك سينتي يسلي lcontrato ديالي كيان علشاني واحد الحالة اخرى اللي آآ حاليا كاترة وانا ق开نقول لكم شننه يا هنا في الحالة ديال مسلا السيد دارو كاملا ومخلصها في البنكة وكل شي وجاقلك أخويا بغيت أنا داري سافينا بغيت حقا غا نسكن فيها ولا هدي بغي يبيعها ما يمكن له شي يخرجك محد العقد ما زال جاري به العمل اللي ينفرد تسال العقد وبغي يبيع دارو منحقو يبيع دارو فش يتسال العقد منحقو يعلمك بشهرين قبل ويقولك راه مني غي تسال العقد أنا ما ليش نعود معك العقد لأنه عندي الرغبة في بيع السكنديالي وهنا في الحال هدي شكي بغي يبيع عنده الابليغاسيون عنده يعني واجب عليه يعلمك انتاليول ويلا بغيت انت تشري دار ما يمكن له شي يبيع شي حد من غيرك لأنك انتالي كريها هدا في القانون يخصو يقولك أنا بغيت نبيع دارو ويلا شتي أنا دار عجباتك راه بغيت فيها قدو قد دار ديال الفلوس فهنايا إلا أنت تقاتلتي وجبتي دار الفلوس قلت له أنا غنشريها ولا قدرت مع البانكة ديالك غنشريها لك ولا أي حاجة هنا في الحال هدي هو مجبر يبيعها لك انتا وما يبيعاش لحد أخر كين أمر خور وهو الانفراد انت عايش في واحد دار وكتخلص الواجبات ديالك كتخلص كل شي وموضي دار ما كيخلصش الواجبات البانكة هو يلا شريها على البانكة ودك الدار هديك ما كيخلص انت كيتخلص منك انتا وما كيخلصش الابنكة هنا في هذا الحال هدي شنو غيطرة انت عندك واحد العقد واحد العقد ديالك مع ذك السيد هدك ذاك العقد فيه مثلا خمس سنين ومتى ضربتين منه عام يعني عندك بقيلك 4 سنين ذاك العقد هنا البانكة غادي تحيدليه الدار غادي اللي يدي ساوسيو فاش غادي اللي يدي ساوسيو انتا كيحميك ذاك العقد اللي بينك وبينه لان في الول فاش درتي العقد ديالكيرا كان هو مول ملك هنا هي البانكة هي اللي كيخصات تنغوصي معاك اما كتنغوصي معاك وخصات تحتارم العقد ديالك وتكمل معاك ذاك الـ 4 سنين اللي بقاش اما إلى انتا يعني بالتمال اللي كنتي كاريه بنفس الشروط بقاع الأمور كيخصصها تنغوصي معاك توصل معاك الحل إلا بانتلك انت ضايع ولا شي حاجة كتنغوصي معاها إما كتشري عليها ذاك الدار مثلا إما ممكن بزاف ديال الأخر ولكن هناك يخصص طاولة معا البنك ولكن هو رام منوع ما يمكنش يطردك لإن أنت العقد ديالك مازال كيسو في الشروط وهنا في الحالة هذه ما على البنك إلا يحول ذاك العقد معاه يعني وتقول لي ذاك الفلوسة دي كتخلصها للبنك حتى كيسالي العقد وذاك ساعة البنك كيقرر شنو بغا يدير بدك الدار هذيك هذا هو الأمر اللي كيطراه هنا في هذه الحالة هذي باش تكونو هانين يعني الناس اللي كارين واحد دار وعارفين مولها ما كيخلصش البنك تبراسوا هو والبنك أنت مهم خلصوا الواجبات دياله انت العقد بينك وبينه ماشي بينك وبين البنك فاش البنك يسحب منه السكن انت عندك ذاك الحجة ديالك وعندك الخلاص اللي كتيك تخلص وعندك كل شي ذاك ساعة يتابعوا البنك بينه وبين البنك وشغلوا هذا هذه الأمور اللي بغيت نوضح لكم الإخوان انتمنى ما نكون ستة شي حاجة بالنسبة لهاد الأمر ديال العقد ديال الكراء ومهم بزاف اللي عنده باش يخلص كراء دياله يخلص كراء دياله وييفيط عليه مشاكل طويلة مع القضاء ومع بزر ديال الأمور من الأحسن ومتقاش تسمعوا لها درا ديال الناس تحياتي لكم الإخوان تمنى الفيديو يكلقاكم وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر ونتكونوا في أحسن الأحوال السلام عليكم